واحد قدم لك معروف ايش تقول له ايش تقول له واحد قدم لك معروف ايش تقول له ابلغ كلمة تقولها له كلمة عظيمة تقولها لصانع المعروف عن اسام بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء قوله صلى الله عليه وسلم ودرك الشقاء اي ان يدركني الشقاء فتقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء والسلام عليكم عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والله دعاء عظيم جماعة اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء أحفظه وقوله السلام عليكم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا خير في قوم ليسوا بناصحين ولا خير في قوم لا يحبون النصح فإذا كنت لا تنصح ولا تحب أحد ينصحك فاعلم أن فيك صفة من صفات المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لما أهلك الله عز وجل قوم صالح دخل عليهم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام فرأى الجثث ملقاح فقال لهم يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولكن لا تحبون الناصحين ولكن لا تحبون الناصحين السلام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات المستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر قالت أم المؤمنين عائش رضي الله عنها وأرضاه يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فأكثر من هذا الدعاء في العشر الأواخر لأن الله سبحانه وتعالى إذا استجاب لك وعفى عنك سبحانه وتعالى فورب الكاذة أنك فس في الدارين والسلام عليكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا أحب هذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أعلمته أعلمته خبرته فقال لا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أعلمه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره قال أنس رضي الله عنه فلحقه فقال إني أحبك في الله فرد عليه الرجل فقال أحبك الله الذي أحببتني له وأنا أقول إني أحبكم في الله